بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنظروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شذك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستديب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعمادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّلات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نبيه مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا ومشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا عملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله وثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعد يليم مخرجا وقد خلت القرون من قبلي وهما استغيثان الله وينك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا ساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ليوفيهم أعمالهم وهم لا يبلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أن ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الغون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إن أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم على بيوم عظيم قالوا أجدتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أوسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما أرهوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممترنا بل هو ما استعجلتم به ريحا فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بهم ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أضمى عن سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أفلكنا ما حولكم من القرى صرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرمانا آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حفروه قالوا أنصطوا فلما خضي ولوا إلى قومهم مادرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيهوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلمثوا إلا ساعة لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر